أكد رئيس عبد الفتاح أسيسي أهمية العمل التطوعي الذي يعد ركيزة أساسية ومحورية للارتقاء بالمجتمع المصري وتحقيق خطة التنمية المستدمة جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس أسيسي في قرية أم دومة إحدى قرى حياة كريمة بمرقز طمى واستعرض الرئيس أسيسي خلال الجولة استفاف العديد من متطوع حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مواجهة لهم التحية ومثمنا جهودهم ومشاركتهم الفعالة لتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة في القرى المختلفة وحرص الرئيس أسيسي أيضا على تناول الإفطار مع أهالي قرية أم دومة كل سلامتوا طيبين وسعيد إن أنا ألتقي بيكم وسعيد بجهدوكم اللي أنتم بتعملوه هنا بس تحية بصر إن شاء الله بيكم إن شاء الله إن شاء الله بس خلي بالكم إحنا لسه المشوار ده أول مرحلة لسه في مرحلة تانية ومرحلة تالتة وعدنا مع الناس في ريف مصر كله إن إحنا حنعمل التلات مراحل بس بيكم إن شاء الله وبكل اللي بيتطوع أو كل اللي بيعمل معاكم يعني بوجه له الشكر وبوجه له التحية وبقول له أنتم بتعملوا حاجة جميلة قوي بنعملوا البلدنا والأهلنا اللي ما كانش عندهم أمل قبل كده لكن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بيكم وبفضل الله قبل مننا كلنا نخلص المرحلة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سعيد إن أنا شوفكم والله الله يبارك فيكم أهلا وسهلا بيكم طيب استرياحوا أعطينا فضلكوا استرياحوا فضلكوا متشكل 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 فضلكوا موسيقى واللسانة وأنتو طيبين متشكل جد متشكل ما السعيدة جدعان أهم ليه؟ السعيدة جدعان بجد أهل عزة وأهل كرم وأهل شهامة وأهل مرؤة يعني هم زيادة شوية والله يا ربا كنا قد يعني وأنت كفايا نسقلت على الإرهاب ويوم الإرهاب أنا والله كنت مبايت نمكي للصبح والله ويجعل على ربنا جبالك أنت وعلى اللي شفت من الحمد لله على كل حال والله العظيم اللي حمى مصر ربنا والله العظيم اللي حمى مصر ربنا أنا بحلف وهو يعلم ما في نفسي أنا أولاً اللي بتعمل ده مش فضل ولا منه ده من عند ربنا قبل كل شيء ثم ده حق الناس ويا ربي يعني عندنا ونعمل أبد بحبك يا ريس شكراً 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 خمسة يناير ده هيبقى عيد قومي أول لسوهاج لن يمحى من الزاكرة بشكر حضرتك على حاجتين أولاً دعم المرأة يا فندم اللي تمكنت في كل المجالات تاني حاجة بلدي سوهاج اللي الله أكبر دخل التطوير في شتى المجالات يا فندم إحنا نظمنا نفسينا بشكل مختلف شوية وربنا هوفقنا لده فالأمر كله مش لينا ليه هم نقول له يا رب تاني وزيادة وإحنا نعمل كل حاجة علم إحنا سعداء إن إحنا شفناكم وكل سنة إنتو طيبين وإن كان علي أنا ألف الدنيا واجل الناس وأعود معاهم كده إن كان علي أنا أحب أكون كده أعد كده أصلاً يا واحد بسيط يعني مش متشك 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 شكري شكري